اسيوبا النهاردة بتقول ان احنا هنبدأ في التخزين 4.9 مليار متر مكعب من مية النيل في شهر يوليو القادم قالوا كده النهاردة اسيوبا قالت كده النهاردة هنبدأ في التخزين زي ما هم طلعوا بيان من يومين ولكن هنشوف الساعات القادمة ايه اللي هيحصل و ايه اللي هيتم و ايه الدولة الرائية للمفاوضات هتقول ايه وموقف الادارة الامريكية في هذا الامر وزير الخزانة الامريكي النهاردة طلع بيان وقال ان احنا اسيوبا عليها لا تبدأ اي ولا متر واحد الا بعد توقيع الاتفاق وزير الخزانة الامريكي النهاردة من شوية طلعوا بيان وتصرحات لي لي اعتقد رويترز فقال هذه التصرحات قبل قليل اهنشوف الوضع ايه ولكن عايز حضرك تكون على ثقة تامة اقول تاني على ثقة تامة بس تاني مفيش تاني على ثقة تامة وضعك وامنك المائي وحياتك في ايدي امينة نقطة تانية اقولها اكررها حياتك ميتك امنك المائي في ايدي امينة هل ممكن حد يهدد حياة الميت مليون الاجابة اطلاقا حدها يسمح حياة الميت مليون حد يهددها اطلاقا انا بقولك الحكاية هذا الاجتماع متعلق بسينة والاجراءات والبيان الرئاسة هذا الاجتماع تبقى لبيان الرئاسة الجمهورية هذا الاجتماع اتكلم على سينة وضع الامن اتجاهات الاستراتيجية المخاطر الحاجات التهديدات الامن القومي في هذا الاجتماع عشان موضوع يعني ولكن احنا بنتكلم بشكل واضح وبعيدا عن هذه الصورة انا كلامي واضح قلته من اربعتاشر وبقوله في عشرين نفس الكلام من الفين واربعتاشر لحد الوقت حصل ايه السدي ده اتعمل ازاي اتعمل امتى حضراتكم شهود عيان كلكم الميت مليون شهود نفكوش حد مش شاهد السدي ده كان موجود الفين وعشرة ولا كان فيه توبة تاني بقول الفين وعشرة ست ده كان فيه توبة ما كانتش فيه توبة في يناير حداشر كان فيه توبة ما كانش فيه توبة في يناير حداشر اول توبة كانت امتى ثلاثة ابريل الفين وعداشر خلصنا بس ما كانش فيه توبة بالمناسبة يوم خمسة وعشرين يناير حداشر ولا ستة بس هو خلاص استغل بقى بش أنت قلت يلا تعالوا بقى أن نوقع على الدنيا ونوقع على البلد والناس استغلت الوضع اللي فيه بلدك لازم كل مرة أقول الحكاية دي لازم كل مرة أقول الحكاية دي لأنه إيه ده هو ده الموضوع هو ده السبب هو ده السبب مفيش حاجة أخرى بالنسبة مفيش حاجة أخرى